طيب اللي احنا كنا بنتكلم فيه في مسألة المؤتمر بتاع هاتسالية هو عاوز ايه؟ هو عاوز دولة يهودية تقر في المنطقة حلو ومن ثم لازم يسمح بوجود جماعات دينية تحكم المنطقة تمام حلو حصلت ثورة خمينية في ايران ولكن ناصبت الكيان الصهيوني عداء فبالنسباله مش هي دي المثال وتركيا وبعدين جات جماعات متشددة حكمت تركيا ولكن لا تقر باعتبار نفسها جماعات اسلامية متشددة بتحكم بيقولك احنا مجموعة من المحافظين ده طول الوقت اللي جاء الكلام بتاعهم لكن لو جماعة الاخوان المسلمين نصا باسمها كده جماعة الاخوان المسلمين حكمت اصبح فيه عندك في مصر دولة دينية وفي تونس دولة دينية يبا ما فيش مرأ ولو عملت ده في ليبيا باخير وبركة في السودان كان عندهم عمر البشير الى اخيره في الحالة دي دولة دينية اسلامية دولة دينية كمان ده اللي حاصل بالزبط وده اللي حبيت ان انا اذكره في بداية كلامي ومن هنا وصلت جماعة الاخوان للسلطة في مصر وكان ما كان وكان العامل الاسود الكئيب اللي حكموا فيه الاخوان مصر واتضح ان هما بيحكموا الدولة بعقلية الجماعة وبعقلية التنظيم وكان الرئيس سوري الموجود وكان مكتب الارشاد بيدير كل شيء فشل حكم الاخوان فشل زريع جدا ودخلت الاخوان في مرحلة مرحلة اللي انا بسميها مرحلة الشتات مرحلة عدم وضوح يعني خلل في الرؤية بشكل كبير جدا هما فهموا غلط فهموا ان الشعب المصر ده لن يقاوم هذا الارهاب فهموا ان الجيش المصر ده لن يكافح هذا التطرف والارهاب فهموا انهم ممكن ينتصروا بسهولة ويستغلوا العامل الديني ما استوعبوش تجارب من سبقهم ما استوعبوش تجربة ان مصر طولة عمرها يعني موضوع طائفية ده مش بينفع فيها موضوع العمليات الارهابية برضو مش بيضعفها لها امن قوي وجيش قوي في ذات الوقت ومن ثم هما دخلوا في ازمة خانقة لهم والتنظيم هما تعرضوا لهزيمة منكرة ضخمة جدا داخل مصر تلاتين يونيو وتحديد البعد تلاتة سبعة جماعة الاخوان المسلمين دخلت في الشرنقة حشرت في الزاوية خلاص يعني حشرت في الزاوية الزاوية المصرية اللي هي هدمت كل المشروع الاخواني مش في مصر بس يعني تعالي نشوف النهاردة الاخوان المسلمين في الاردن سلاسة جماعات الاخوان المسلمين في تونس جماعتين الاخوان المسلمين وقضية الاستوزار في المغرب العصماني وبين كران ازمة كبيرة جدا الاخوان المسلمين في السوداء ازمة كبيرة جدا بص في كل مكان اصبحت الاخوان حتى الاخوان المسلمين اللي هم موجودين في اوروبا بيعملوا بأليات على وجهات زي ما احنا تكلمنا قبل كده غير اخوانية لا ترفع شارة الاخوان ولكن هم في ذات الوقت بيعلنوا دائما ان هم مشتابعين للجماعة مشتابعين للجماعة فهما ايضا يمروا بازمة كبيرة جدا خاصة ان الدول كثيرة جدا اعلنت ارهابية هذا التنظيم فالاخوان المسلمين فقدت البوصلة تماما واصبحت هناك اتجاهات مختلفة حول عدة ازمات الازمة الاولى ازمة اللائحة اللائحة الاخوانية هل اللائحة اللي عملها حسن البنة دي يعني منها هل نتستمر طوال هذه السنوات ونسير على هذا القانون اللي وضعه حسن البنة داخل الجماعة بشكل مكتب الارشاد وبهذا الشكل ده اثبت فشله والشباب في الغالب طرحوا هذه المسألة طيب اتنين ازمة الشرعية شرعية التنظيم شرعية وجود التنظيم دلوقت هل دائما انا اللي معايا الشرعية كمجموعة مثلا زي مجموعة محمود حسين ولا برهيم منير هو اللي معايا الشرعية ولا مجموعة رضا فهمي معاها الشرعية كل منهم يدعي ان له الشرعية في قيادة وحكم هذه الجماعة الازمة التالتة ازمة من من حقه السيطرة على الاموال اموال التنظيم ودي اموال مسهلة اموال مليارات مسهلة واستثمارات ضخمة جدا تخيل بس انت معايا لما اقول لك مثلا مثل شركة واحدة اللي عملها حسن مالك بعد وصول بعد وصول محمد مرسو قاعد على الكروس الحكم من 12 يوم اسس شركة اسمه بنيان شركة بنيان هو ابنه حزيفة وابنه التاني وعملوا الشركة مع بعض رأس مالها بس 100 مليون دولار تخيل فانت بتتكلم على شركة واحدة وهم خلي بالك وما كانوا عاوزين يأخونه ويسيطروا لمدة 500 سنة يعودوا 500 سنة هنا على قلبنا 500 سنة فهو هنا انت بتتكلم على مشاريع اسس مرض ضخمة فهو من يحوز هذه الاموال من من حق هذه الاموال طيب من من حق ادارة المنافذ الاعلامية من من حق ادارة اعلام الاخوان بهذا الشكل وهذه الشبكة الاعلامية العنكبوتية دي بكل اموالها وكل تمولاتها وكل وضعها فدخلت الجماعة في هذا النفق وطبعا انت ما تقدرش تبعد ده بعد عن الفواعل البشرية ان هناك بشر بيمروا بتقلبات وتحولات وكل واحد فيهم ليه ليه هداف وغايات بيحطها لنفسه فهذه الفواعل البشرية بتخليه اختلف مع الاخر اتنين هو هنا مش الطبيعة البشرية بس لا طبيعة التدخلات الخارجية والارتباطات الخارجية داخل الجماعة وداخل التنظيم الجماعة لها ارتباطات كبيرة جدا وكل فئة من هذه الفئات لها ارتباط بجهة وكل جهة تريد ان توظف الجماعة وكانت مصر في هذه الفترة وحتى لان بالمناسبة مستهدفها بشكل كبير جدا لازم نستهدف هذه الدولة الكبيرة لازم نستهدف هذا الجيش الكبير ونضعفه لازم نحاول ان نحاصر هذه الدولة حتى في مجالها الحيوي وما يوحد بها فانت النهاردة طب ميه الجماعة اللي هي تستطيع اختراق الدولة وتحاول ان هي وممكن احنا نستغل لها باسم الدين ونمولها هي جماعة الاخوان المسلمين ومن ثم هذه الارتباطات كانت بتخلي بوصلة الجماعة دايما تروح يمين وتروح شمال لانها جماعة وظيفية جماعة وظيفية الارتباط الخطير ارتباط الاخوان خاصة بعد عام 2011 وطوال الوقت بينفوا علاقتهم بالطيارات المسلحة اللي هي يعني اللي هي بيسموها اعلاميا الطيارات الجهادية زي تنظيم الجهاد وزي داعش والقاعدة وغيره هذه التنظيمات الاخوان طوال الوقت كانت انا فاكر مقال احمد القيادة في احمد الملط كان عامل بيقولك ان هو يا سيدة الرئيس بناشد الرئيس حسن مبارك ان هو يدفع ويعطيه المساح يؤطي الاخوان المساح للقضاء على الارهاب في التسعينات يعني وطوال الوقت هو بيروى خطاب ان انت اديني فرصة انا اللي هستطيع اقضي على هذا الارهاب اسمح لطلع السلاح اسمح لطلع اسمح لطلع لي في المخازن اه طبع فاسمح لديني فرصة الدين الشرعية ان انا انتشر واتوغل ومن ثم هو كان ده خطابه طوال الوقت لما جينا بعد كده بعد 2011 شفنا تحول في هذا الخطاب خلاص بقى اصبح ان هو عاوز يتحالف لديه قدرة ولديه رغب على التحالف مع هذه الجمعات شفنا جمعة قندهار الشريعة وشفنا المنصات اللي هي كانت في رابعة وشفنا كل التنظيمات في النهضة وغيره يعني انا فاكر انا كنت باني انش كان فيه جملة شهيرة صوت وصورة بتاعت محمد البلتاجي هو بيقول ان ارادوا ان تتوقف ما يحدث في سينة فعليهم الافراج الفوري عن محمد مرسي طبعا طب ده معناه انت في ايه ده كلمحبس طبعا طبعا وبعدين والله انا فاكر كواس جدا جيت انا كنت بقى عمل تحقيق صحفي للجريدة في الوقت ده اللي كنت شغال فيها نزلت من دان التحرير وبعدين انا شفت خيام كانوا هم بينصوبوا خيام الجامعات دي الارهابية دي بنصب خيام اه بيئة المقدس وطلاب الشريعة وحازمون ومش عارف مين وكلام ده كل وبعدين مشغلين ميكروفون ضخم جدا وبعدين انا وصفت الكلام ده في التحرير صحفة منشورة على النت وبيغنوا سوري 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 ومش عارفوا الكلام ده ففي واحد عجوز ماشي فقال خلاص البلد يعوض ربنا البلد كده خربت الحاول الراجل زعلانه وقرب يبكي راجل عجوز وطوله ولا خربت ولا حاج دول دول بص دول شوت غساء غساء لا تغرنك هزي الهتافات هيسقطوا قريبة واخد بلد بص هو ومرت الأعوام وبالفعل سقطوا كان هنا الاخوان حاضرة في كل استاذ جيسف حاضرة مع كل هزي الخيام وكل هزي التنظيمات موجودة انا روح نزلت روح بقوله انت وجماعتي انا احنا طلاب الشريعة انا كان صراحة كان لأول مرة اسمع عن جماعة طلاب الشريعة يعني ما شفتش يعني قبل كده في الكل اللي قرأته جماعة اسمعها طلاب الشريعة واخد بلا وبعدين فقعد يحكيلي ففهمت ما هي طلاب الشريعة يا جوز من السلفية القاهرية الموجودة سلفية القاهرة احنا عارفين احنا سلفية القاهرة مختلفة عن سلفية اسكندرية وتأثيرات رفاع سرور فيها كبيرة جدا هنا واعد يحكيلي على جماعة طلاب الشريعة فأدركت أدركت ان البلد في خطر عظيم جدا فيه مشكلة جاية فيه مشكلة ارهاب فيه مشكلة السلاح الاخوان هنا كانت حاضرة واستخدمت ذلك تماما بعد السقوط بعد صورة 30 يونيو فوجدنا كل هذه الحركات حسم ده مش كده ما كانش حسم ساعتها على نوعانها انا كنت اول مرة برضو اشوف واسمع برضو كان في مدان التحرير جماعة ودي النيل الجهدية جماعة يعني هيسرشوا كل الناس هتلاقي الكلام ده جماعة ودي النيل الجهدية مش عارفة بومين الحزام ومحمد الحزام قيدة وجماعة طلاب الشريعة وحازمون وحركة تطبيق الشريعة وكل الجماعات دي فوجئنا بها ان عاملت تنظيمات بعد سخوط الاخوان